اشتركوا في القناة هناك عودة للمرة الثانية للمفاوضات بوساطة قطرية وضمانات الأمم المتحدة ما هي طبيعة الضمانات التي تقدمت بها دولة قطر وأيضا الأمم المتحدة؟ دعني أول أوهني شعبنا اليمن العظيم بالمناسبة للذكرى الثاني ذكرى السالسة والعشرين لمايو العظيم هذه الذكرى التي غيرت حياتنا في 1990 صحيح أنها 26 عاما في حياة الشعوب قليلة لكنها في اليمن أحدثت الكثير من التغيير وأكدت من جديد أننا شعب واحد سؤالكم فيما يتعلق بآخر المستجدات في مفاوضات السلام مفاوضات أو المشاورات التي تجري مع الطرف الآخر مع الحوثين وأنصار صالح الحقيقة هناك إشكالية ربما لا يعرفها القليلين هو أن الحوثين وصالح لم يقدموا التزاما واضحا بمرجعيات الحوار الوطني الذي تم الاتفاق عليها هم يقولون لولد إسماعيل أنهم ملتزمين بقرار مجلس الأمن وملتزمين بمرجعيات الحوار الوطني الأخرى المبادرة الخليجية وآلية التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني يقولون هكذا لإسماعيل وإسماعيل قالها للأمين العام والأمين العام في جنيف ونحن ذاهبين لجنيف ذلك المرة قال أنه أخبرني إسماعيل بأن الحوثين وصالح منتزمين بقرار مجلس الأمن الاثنين وعشر الستين لكن هم لم يصدروا منهم موقف صريح وخاصة على طاولة المفاوضات على طاولة التشاور ولذلك عندما وضعت أجندة الجنيف الثنين الخمسة الانسحاب والتسليم الأسلحة والترتيبات الأمنية والمسار السياسي والمعتقرين عندما طرحت هذه المسارات هم ترددوا ثم رفضوها بوضوح يعني ورفضوها مرة أخرى في الكويت أيضا خليني ونحن على ذكر الكويت أن نقدم الشكر الجزيل للكويت حكومة وشعبا وأميرا فهم استضافوا نحن كثيرا ولكن الأمر مختلف عن تسعة وسبعين في تسعة وسبعين كانت بين شطرين كانت هناك حربا تلتها مفاوضات توجد بالتواقية الكويت المشهورة التي كانت واحدة المثائقة الوحدة أنا ذاك واستغرق الوقت من الرئيسين بضع ساعات وانتهت الوضع مختلف الآن لذلك هذه المشاورات الآن استغرقت أكثر من شهر والسبب بسيط وهو أنهم لم يكونوا على استعداد لتنفيذ قرار الميليس الأمن ولم يكونوا على استعداد لتنفيذ المبادرة الخليجية وآلية التنفيذية وكذا مخريات الحوار الوطني على أي أساس إذن ذهبنا أو ذهبت الحكومة إلى الحوار وهي لم تتلقى رغم أن هناك تأكيدات أن المرجعيات هي مرجعيات التي تم التوافق عليها في لقاءة جنيف في جنيف 2 بناء على رسالة من الأمين العام التي بناها على تقرير من إسماعيل والد الشهر ولكنهم لم يثبتوا حتى أنا في تقدير أنهم خذلوا الأمين العام من الملتحدة لأنه ربما وثق فيهم وقال أنهم ملتزمين لقرارة 22-16 الآن عندما اقتربنا من القضايا وخاصة من قضايا الانسحاب والتسليم الأسلحة تضح أنهم غير جادين فيما وعدوا به الأمين العام أو حتى ما قالوه في وسائل الإعلام في وسائل الإعلام هم يقولون نحن ملتزمين الاقتراب من قضايا السلاح وقضايا الانسحاب هو المحق الرئيسي للنيات الصادقة فإذا هناك نية صادقة لتحقيق السلام والاستقرار في اليمن فهي تبدأ بالانسحاب مرورا بتسليم الأسلحة أو بالتزامن مع تسليم الأسلحة ثم الذهاب إلى الترتيبات الأمنية والحل السياسي دكتور أين تكملنا المشكلة؟ هذه المطالب واضحة الممتحدة طالب بها وفد الحكومة يطالب بها كل الدولة الثمانية عشر رعية للمبادرة والتسوية السياسية في اليمن تتحدث عنها بينما الميليشيا تمانع أو تراوغ ومع ذلك ما زال العالم يطمح أنها قد تستجيب بالنسبة لنا في وفد الحكومة نعمل أن يحصل تغيير في موقف الحوثين وصالح ونعمل أن تضغط الممتحدة على الحوثين وصالح لكي يستجيبوا لقرار 22-16 ونعمل من المجتمع اليمني أيضا أن يضغط على الحوثين وصالح أن يستجيبوا لقرار 22-16 والرأي العام العربي والعالمي أيضا هناك أمل في أن يضغط على الحوثين وصالح في أن يستجيبوا لهذا القرار أثبتت الأيام بأن لهم وجهة نظر أخرى هم يرونها هكذا أنهم سيذهبون إلى الكويت لكي يحصل على حكومة التوافى وطني السلاح بأيديهم والمؤسسات والعاصمة وبعض المدن الرئيسي بأيديهم يعتقدون أن هذا هو السلام هذا ليس سلام هذا ضحك على الدهون أولا أنهم لا يملكون القدرة السيطرة على اليمن ثلثية اليمن الأرض ثلثية السكان الآن خارج سيطرهم ثلثية اليمن أرضا وسكانا هم مع الشرعية ويقاتلون إلى جانب الشرعية ثم يقاتل العرب كلهم إلى جانب الشرعية وفي الأساس المملكة العربية السعودية والإمارات ومجلس التعامل الخليجي في هذه النقطة تحديدا قضية السلاح بالأمس كان ناطق رسمي باسمه الميليشيا يصرح أنه لم يستطيعوا أخذ السلاح منه بالحرب وبالتالي لن نسلم السلاح لهم بالحوار يعني هل هذا يعتبر ملخص لتفك هم نكشفوا أكثر أمام الشعب اليمني لأنهم كانوا يكذبون على الشعب اليمني ويقولون نحن ذاهبين للتحقيق السلام ومن شروط السلام ومن مرجعيات السلام أنهم يسلموا الأسلحة السلاح يجب أن لا يبقى في اليمن إلا بيد الدولة والدولة هذه دايما لها شرعية والشرعية الآن هي شرعية عبد الرب منصور الآن وحكومته وليس هناك شرعيات أخرى هما حركة تمرد بلد في 2014 ولا زالت مستمرة حتى الآن صحيح أن لديها حليف اسمه علي عبدالله صالح الآن وبعض قواته لكن في نهاية المطاف الشعب اليمني سيقرر من سيحسم الموقف طب إلى أن يقرر الشعب اليمني هل تعتقد أن الجولة الثالثة من العودة للمرة الثالثة للحوار في الكويت ستفضي بنتائج مختلفة توسط أمير الكويت مرتين توسط العالم أكثر مرة هناك ضوط تمارس على الحكومة عمليا لكن لا أحد يضغط بشكل فعلي على الميليشيا وعلى الحوثيين كيف بالإمكان أن نفهم أنه قد يحصل تغير لاحق يعني هو الأمر يتعلق بالممتحدة بدرية رئيسية فهم طرف رئيسي في هذه المشاورات هم الطرف الناظم والمنظم لها وكذلك الميت مع الدولي وبالذات دول الدائمة العضوية في مجلس سلاما يملكون سلطات ويملكون إرادة دولية ويملكون قدرة على جعل الحوثيين وصالح يلتزمون بقرار ميلي سلاما لكننا إذا تصوروا أننا سننسحب من الكويت لأن الحوثيين وصالح متعنتين متعنتين لا لننسحب لأنه ذلك ما يريدونه ما يريدون الحكومة أن تنسحب ليقولوا للشعب اليمني أننا ذهبنا إلى الكويت ولكن الحكومة هي التي انسحبتها حكومة هي التي رفضت السلام وهذا غير صحيح ألن يكون هناك سقب زمني محدد هل سنبقى الجميع في الكويت إلى الأبد فليكن لنرى بعض المشاورات في دول النزاعات بعضها العربية استمرت أشهر نحن مضى علينا شهر وبضعة أيام الآن وليس هناك مشكلة أن نجلس حتى شهر آخر إذا كان هناك أمل للسلام السلام هو في نهاية المطرف الطريقة الوحيدة التي يمكن أن نجعل الاستقرار في اليمن فيها ممكن والسلام هو الطريقة الوحيدة لكي نحافظ به على وحدة البلاد وأمنها واستقرارها والسلام هو الطريقة الوحيدة لتنفيذ بخريات الحوال الوطني طبعا له شروط السلام لكن ليس من شروط الاستسلام الشرعية وليس من شروط أن يكون هناك سلاح بيد الحوثيين أو بيد صالح ولا بعيد بيد أي حد ثاني مسألة محسومة فيما يتعلق بهذا الأمن ولا يتصور الحوثيين وصالح بأن الحكومة سترجع في ظل سيطرتهم على العاصمة وعلى المدن الأخرى نعم ربما هناك رهان من قبل المليشيا على بعض المواقف الدولية المتغيرة خاصة أن هناك ترويج أن هناك ربما تسوية سياسية قبل ترك السلاح بموجبها يتم تشكيل حكومة توفاق ووطنية لها بصلاحيات واسعة وصعب الصلاحيات من الرئيس هادي لن توضع العربة قبل حصان لن يكون هناك حلول سياسية قبل أن ينسحبوا ويسلموا الأسلح هذا أمر يجب أن يكون واضح للمجتمع الدولي والأمم المتحدة والحوثيين وصالح وهذا هو موقف شعبنا وليس فقط موقف علي عبد الرب منصور هادي وحكومته لا هو موقف شعبنا اليمني لا يريد شعبنا اليمني أن تتكرر المأساة من جديد في اليمن بقاء السلاح مع علي عبد الله صالح ولا مع الحوثيين ولا مع أي حد آخر مدعاه لحرب جديدة للترابات جديدة لفوضى جديدة في اليمن هناك حديث عن أو يتم التروج أن هناك صفقة بين الجانب السعودي وبين الحوثيين بمجبها يتم تخلي عن الشرعية وأيضا تسوية الملف بشكل كامل بما يضمن تحقيق الحوثيين لانتصار في هذه الجولة أعتقدنا أن برقية التهنية التي بعث بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لفخامة الأخ الرئيس عبد الربو منصور هادي قبل أمس بالتهنية بعيد بالذكرى السادسة والشرين للوحدة اليمنية أظن فيها إجابة ضمنية ومباشرة على أي سؤال من هذا النوع لن يكون هناك استقرار في المنطقة أبدا طالما هناك مشكلات في اليمن أمن اليمن من أمن الخليج وأمن المملكة وأمن دول المجلس التعاون بشكل عام وحتى أمن العالمي إذا بقيت هناك الطرابات في اليمن فهناك تهديد للأمن العالمي فهناك مصلحة يمنية وهناك مصلحة إقليمية وهناك مصلحة دولية في تحقيق السلام ولا يمكن أن يتم السلام بإتفاقات جزية لكن نحن نشيجع إذا كان هناك بعض التهلية في بعض المناطق لغرض الذهاب وغرام الحوثين على التعاطي الإيجابي مع قرار ميس الام 22 نحن لسنا ضد ذهاية هل يتم طلع الحكومة اليمنية على التفاهمات بين الجانبين؟ نعم مطلعين على كل خطوة هناك تغير في الخطاب الحوثي في وسائل الألم التابعة لهم بخصوص السعودية وبخصوص عدد من الدول تغيرت حدة الخطاب وأصبحوا ربما يركزوا الثقل لهم أو ضغطهم على الحكومة الشرعية وعلى الرئيس وعلى الجانب الذي يعتقدون أنه خصبا داخليا يعني حتى نحن إذا استجابوا الحوثين وصالح للسلام وسلموا الأسلحة حتى نحن بيتغير خطابنا معهم مش فقط دول الخليج ليس هذا المقياس هذا ليس هو المقياس الذي يمكن أن نقياس به المواقف السياسية الدول التحالف لا زالت ممسكة بزمام الموقف العسكري والأمني في هذه المعركة وطيران التحالف بقيلة المملكة يقوم بدور إيجابي هذا هو الموقف الذي يمكن أن يقرأ عليه يقرأ الآن قصة قيلة أنهم إخوة أصحاب موضوع يعني هو في إطار تهدية النفوس لا أقل أكثر لكنه ليس بديداً لحلول السياسية وليس بديداً لعورة الشرعية وليس بديداً لتحقيق السلام الذي ننشده جميعاً نحن والمملكة والإمارات ودول خليج العالم كيف تقرأون أيضاً خلال الفترة الماضية الدور الإيراني ربما كان هناك حديث أكثر من تصرحتم به أن هناك دور واضح لإيران وبينما الحدثين اليوم يتنصلون من الدور الإيراني ويقولون أنهم مستعدون أنهم ذهبوا إلى إيران فقط لأن السعودية أدارت ظهورها لهم هل يعني هذا أنه فعلاً تراجع الدور الإيراني أم أنه جزء من التكتيك يعني ونحن قلنا والرئيس قال والحكومة قالت أكثر مرة كل الحكومات اليمني قالت أن هناك تدخلاً إيرانياً في شأن يمني إيران دست أنفى بكل صغيرة وكبيرة وأنا أتذكر مقولة للرئيس الوزراء السابق التركي قال حيث توجد صراعات طائفية ومذهبية فتشوا عن إيران أعتقد أننا إذا فتشنا عن إيران سنجدها تحت كل حجر في صعد وسنجدها في كل منعطف في عمران أو في مدينة صنع إيران للأسف شديد أثارت الاضطلاب في اليمن بدعمها لحركة التمرد الحوثية وبتدريبها ألاف الشباب من الحوثيين بتقديم السلاح وتقديم الأسلحة والذخير أمر لم يعد يحتاج إلى إدريل لأن أمم التحدة قد ألقت قبل على كثير من السفن المتجهة التي كانت متجهة إلى الحوثيين ثم هم لا ينكرون هذه العلاقة مع إيران هم يعرفون ونحن نعرف لماذا أن كوادرهم تعلمت وتربت ابتداء من شيوقهم الكبار بدر الدين الحوثي ابتداء من هؤلاء رموزهم الحوثية فالمسألة ليست فيها أي قدر من الغموض إذا لم تكف إيران عن التدخل الشأن يمي في الأمر أنا أعتقد أن يجب أن ننتقل إلى الناس في اليمن إلى المجتمع اليمني نحن إذا نحن مجتمع لديه ما يكفي من الحصانة فلن تتمكن إيران بصراحة من اختراقنا الإشكالية هو أننا منقسمين وإيران وجدت فرصة في ظل هذا الإنقسام لتقدخر في كل صغيرة وكبيرة وبالتأكيد أنا متأكد أن هذا التدخل سيتوقف حتما عاجلا أم عاجلا لن يقبل شعبنا اليمني باستمرار هذا التدخل في شؤون الداخلي دكتور هناك من يقول أن الاتفاق النووي سمح لإيران بالعودة مجددا وبتخفيف الضغط عليها من قبل الإلهات المتحدة الأمريكية وبالتالي هناك تقارب إيراني أمريكي قد يؤثر أيضا على العلاقات الإيرانية في المنطقة ويعزها ويشكل ضغط على المملكة العربية السعودية والتحارف في اليمن حتى الآن أنا أرى المجتمع الدولي متماسك تجاه القضية في يمن هو متماسك نحو الاعتراب الشرعي الذي لم يتغير عبد ربما موصور هو محل دعم من الدول الدائمة العضوية الخامسة صحيح أن روسيا لم تؤيد القرار لكنها لم ترفضه وحتى الآن مواقف روسيا والصين وأمريكا وفرنسا وبريطانيا تقف إلى جانب الشرعي كما أنها تقف إلى جانب وحدة اليمن وأمنه واستقراره أنا أعتقد أن مواقف المجتمع الدولي منذ بداية الأزمة في البلاد والأزمة كما قلنا بدأت في 2004 وليس في مارس 2015 كما يدعي الحوثين منذ ذلك الوقت حتى اليوم هناك موقف دولي متماسك وواضح داعما للشرعية وداعما للقرار المجلس الأمن وداعما لكل الترتيبات التي جرت فيما بعد في مؤتمر الحوار الوطني طيب دكتور كان هناك حديث عن تعرضكم لضعطة أو تعرض الحكومة لضعطة من قبل يعني سفيرة الاتحاد الأوروبي تطرح أنه لا بد من دعم الاقتصاد اليمني ورفض البنك المركزي في صنعها بسبب الانهيار الأخير الحاصل ما حقيقة مثل هذه العنباية؟ يعني هناك أفكار نسمعها لكن الحقيقة التالية وهو أننا قد وضعنا كل الإمكانيات وكل الموارد بيد الحوثيين والبنك المركزي وقيل في بداية الأزمة في بداية المعركة في بداية الحرب أن الحوثيين سوف يحافظون على حيالية البنك المركزي وأن الهدنة التي سموها هدنة اقتصادية سوف تنجح في الحفاظ على اليمن قبل أن ينهار اقتصادية لم يتضح لم يثبت الحوثيين حسن النية وتصرفوا بثلاثة إلى أربعة مليار دولار هي الاحتياط النقلي من الدولار الأمريكي في البنك المركزي فأنهار الريال وهو يعاني صعوبات كبيرة فوق هذا هم لم يعودوا على دفع مرتبات الناس في المناطق التي تحت السيطرة الشرعية الألاف من المدنيين لا يستنون مرتباتهم والألاف من العسكريين لا يستنون مرتباتهم كل من اختلف معهم وفوق هذا هم أوقفوا الموازنات التشغيلية للخدمات العامة الكهرباء والمياه والمجاري والصناديق وكذا حتى المخصات الاجتماعية بسيطة كلها يعني فلم يثبتوا بأنهم أهلا لهذه الثقالة من كان صاحب فكرة حياد البنك المركزي وكيف يمكن أنه أثقال كانت هناك أفكار ولا أعتقد أننا مهم جدا أن نعرف منهم لكن نحن نعرف أن الآثار التي ترتبت على هذه السياسة كانت كارثية بالنسبة لليمن بشكل عام وخاصة فيما يتعلق بالانهيار المالي الذي تمثل الآن في انهيار سعر الريال وهو آثاره الشديد هناك أثر شديد خاصة على المداخل الصغيرة أصبح مرتبك الآن الذي كنت بتستلمه 50 ألف ولا 60 ألف أقل بكثير من هذا وفوق هذا في زيادة في الأسعار خاصة في رمضان والناس يعانون معنا شديدة سواء كانوا في صنعة أو في حديدة أو في عدن أو في تعز أو في مكان اليمن لم يكونوا آمنين على أموال الشعب اليمن طيب دكتور كيف يمكن معالجة تداعية مثل هذا القرار يعني بتأكيد أن هناك مخاطر خلال الفترة المقبلة لن يتوقف هذا الانهيار وربما نحن كما تقول التقارير الدولي نحن على شفاء مجاعة في اليمن نحن أبلغنا المجتمع الدولي بأننا في لحظة معينة لن نستطيع بصراحة أن نستمر في هذه السياسات لازم يفهموا أن الحوثي قد ارتكبوا حماقات كبيرة فيما يتعلق بالتصرف بالاحتياط النقلي في البنك المركزي وتصرف هذا مخالف لما تم الاتفاق عليه مع الحكومة السابقة فيما يتعلق بالهدنة الاقتصادية وفيما تعهدوا به أيضاً لبعض المؤسسات النقلي الدولية تصرفوا على نحو أساء إلى السياسة الاقتصادية في البلاد وأساء إلى المجتمع وأساء إلى الناس نحن نقول لك لا إذا خلينا نقول لك لن بالنسبة لنا في الحكومة الآن لقد أبلغنا أطراف كثيرة وجهات مختصة إقليمية ودولية لأن هذا الوضع لم يعد قابلاً لاستمرار هناك مجاعة حقيقة سوف تحصل في اليمن هناك انهيار اقتصادي وانهيار ماني ولا بد نوقف هذا الانهيار كيف نحن ندرس هذا المسألة إذا لم تتضح لديكم رؤية كيف بالإمكان لدينا أفكار هل لديكم أفكار من قبل ناخل البنك المركزي لدينا أفكار لدينا جملة من أفكار لكن هذه المسألة مرتبطة بأطراف عديدة وبترتيبات مالية واقتصادية لابد أن تتم قبل أي حطوة يمكن الإقدام عليها اثنين نحن نفضل طبعاً لو هناك اتفاق وطني عام مشابل حول هذه المسألة لكن كيف تتفق مع ناس يتكلمون عن الحيادية وفوق هذا يتدخلون في أمور البنك المركزي يومياً وبصورة هم يأخذون شهرياً على الأقل وباعتراف المحافظ البنك المركزي يأخذون 25 مليار ريال شهرياً من البنك المركزي إذا حسبتها في إجماليها غير هذه اللي هي واضحة هذه اللي فيها مستندات حقيقية إذا أخذتها في مجملة هناك أقل في حدود مليارين من الريالات حتى اللحظة هذه هذا وضع طبعاً أضر بصرف السعر هل تتقعوا خلال فترة خروج الناس في مسيرات في مظاهرات أو في ثورة للجياع؟ لا لا كل شيء محتمل يعني وكل السياسات التي يمكن أن تؤدي إلى فقار الناس لا أبدا أن تكون محرفة من أي كان مصدرها يعني إذا كان الناس اليوم يتظاهرون مشان الكهرباء في عدن وفي بعض المناطق شيء طبيعي يبقى يتظاهرون من أي يمن من أي حياتهم ومستقبلهم سنناقش موضوع الكهرباء وأيضاً عدن وتعز وغيرهم من المناطق كل هذا فاصل قصير عزا المشاهدين فاصل قصير نعود بعدها لاستكمال الحوار مع دولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دقر عزا المشاهدين أهلاً بكم الجديد نعود لاستكمال الحوار مع دولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دقر دكتور كنا تحدثنا قبل ما حدث في عدن ربما كان هناك بالأخرين يملة من الاحتجاجات الشعبية على انقطاعات الكهرباء وكان هناك أيضاً مؤتمر صحفي لرئيس لمحافظ عدن دعا فيه الحكومة للعودة إلى المحافظة يعني استكمال مهامها وأيضاً ممارسة عملها في خدمة الناس هل لديكم موعد محدد لعودة الحكومة؟ نحن سنعود القريب إن شاء الله لماذا تأخرت عودة الحكومة إلاها؟ يعني إحنا كان عندنا جملة أولاً الحكومة عمرها شهر وشوي يعني وطبعاً هناك قضايا التابعة حتى ونحن في الرياض هناك قضايا كثيرة نحن تابعة على مستوى الداخل وعلى مستوى الخارجين ومنها أيضاً قضية الكهرباء يعني نحن بتحلنا شلط فيما يتعلق بالمتابعة في هذا الموضوع هناك وعدين وعد من الإخوة في قطر بالمساعدة في حل مشكلة الكهرباء في عدن وفي باقي مناطق أياماً هذه الشبكة إذا غذيت من عدن أو من الحدلة سوف تغذي كل مناطق أياماً أخرى خاصة الشبكة المركزية وعندنا وعد آخر من الأخوان في الإمارات وأنا عندي شعور بأن هذه العودة سوف تنفذ قريب وإذا نفذت هذه خلال الشعور قبل رمضان فلن تكون لدينا انقطاعات كبيرة لكن من باب الاحتياط نحن نتحرك باتجاه آخر في حالة الفشل في حالة الفشل سنضطر شراء طاقة هذا كما كان يا حزة سابقاً لكن هذا أليس باب للفساد؟ نعم بلا بلا يعني بلا هي هذا إهدار غير عادي للمال العام نعم وغير محبت ولسنا الآن ولا نجري نحن وراه لكننا في نهاية المطاف سنكون أمام أمرين أما أن يكون لدينا كهرباء في صيف قائض تعيش الحديدة وعدن وتعز والمكلة وباقي مناطق الصحراء بالشراء الطاقة أو لا يكون يعني ليست يعني إن لم تأتي مساعدة عاجلة في شأن الكهرباء هل لديكم أموال أيضاً لشراء الطاقة؟ سنفع المستحيل سنفع المستحيل لكي يكون لدينا مال نوفر به طاقة للناس طاقة كهرباء للناس طيب دكتور هناك يعني بعض التساؤلات في ما يتعلق بالحكومة وصدر قرار بتشكيل أو بتعينكم رئيساً للحكومة أنتم إلى الآن يعني هل لديكم خطة لعادة تشكيل الحكومة لتكليف وزراء خاصة أن هناك وزراء غير موجودين يعني خاصة فيما يتعلق بالوزارات الخدمية بالضبط برنامج الحكومة إلى الآن لم تقوم بتقديم أي برنامج للحكومة هي كلها نساء تستدعي بعضها عودة الحكومة إلى الداخل برنامج الحكومة خطتها خاصة بكل قطاع من قطاعات كلها نساء ستحضر خلال الأيام القادمة في هذا الظروف المعقدة نحن نقوم بالممكن يعني هل تشكيل بدل من الحكومة الواسعة هذه حكومة الطوارئ حكومة يعني كان هناك أفكار من هذه يوخذ بمثل هذه الحكومات في كثير المدين وخاصة التي تعيش حالها من النزاع الداخلي والحروب ونحن قد نأخذ في هذه الفكرة لكنها ليست مطروحة الآن الآن نحن نريد أن نتحقق الفوضات في الكويت تقدم فهل لم تحقق بعد هذا لكل حالة حديثي طيب الهاجس الأمني كان ربما هو التحدي الكبير وما زال وما زال يعني هل هناك خطوات عملية أو يعني أنتم بصدد القيام بها من خلال إعادة ترتيب وضع الأجزاء الأمنية والاستخباراتية إلى ذلك هي تجري الآن عملية بناء أكيدة للجيش وللأمن وللأجزاء الأخرى المساعدة المباحث والقضاء والنيابة العامة تجري عملية بناء لها صحيح أنها نواجه صعوبات لأن المناطق التي تحرّت لازال فيها بعض الإضطرابات الأمنية والمكلة قبل أيام تحرّت مؤكد أن الأجزاء التي حطمها الاعتداء الحوثي على الشرعية هذه الأجزاء تحتاج إلى وقت البناء التدمير سهل أما عملية البناء فهي طويلة وشاق لكننا متأكد أن هناك تجربة هناك كاذر في بلدنا هناك شعب عظيم يريد أن يبقى وأن يعيش وأن يستقر وأن يبني وذلك هذه المسألة هي مسألة وقت هناك مسألة شائكة ربما تتعلق بالمرحلة المقبلة وصعوبتها هناك مناطق محررة في الشمال هناك مناطق محررة في المناطق الشرقية هناك أيضا مناطق في الجنوب وما زالت هناك جيوب للمليشيا في بعض المناطق لكن يلاحظ أنه لا يوجد أداة للربط بينها هناك مأربة حالة منفصلة عن حضر موت حضر موت حالة منفصلة ومغيرها عن الضالع عن عدن آغرة هل لديكم رؤية أيضا لاستعادة الدولة وغيرها من قال أن هناك انفصال هناك صحيح وزير الدفاع لا زال في سجون الأعداء لكن هناك رئيس سيدة أركان تخضى على كل قوات بسلحة إنما وجدت وهناك أيضا قيادة عربية مركزية تخضى على غرفة عمليات مركزيا ليست الأمور بهذا الصورة التي تسأل الأناس يتسألون لماذا هناك عدد من المسؤولين السواء الذين يعودون أصولهم لأصول الشمالية لا يستطيعون الأوداء أو الذهاب إلى محافظة عدلا لممارسة مهامهم أو عمالهم وربما خلال حكومة السابقة خلال حكومة الدكتور بحا أو المهندس بحا الوزراء الذين كانوا من المسؤول الشمالية لم يذهبوا إلى عدد مشكل للناس فيه ناس ما أتيحت لهم فرصة الذهاب إلى هناك لكن أنهم منعوا لم يمنع أحد ربما طبعا هناك بعض المضطرفين الذين يطرحون شعارات مضطرفة ليست لديهم رغبة في بقاءة الوحدة ومش فقط في مجيء الوزراء الوزراء من المحافظات الشمالية لكن هذا لا يبثل أهلنا في الجنوب وإن مثلوا فهم مثلون جزء من الناس نحن دائما نقول لا حاجة بنا أن نختلف على قضايا يمكن أن تحل بالنقاش والحوار فيما بينها العنف دائما لا يولد العنف ولذلك من يريد أن يفرض وجهة نظره عن طريق العنف في نهاية المطاف سيبود البلاد إلى مزيد من العنف هنا في هذه المناسبة ربما كان توقع الناس اليوم أن يكون هناك احتفاء بالوحدة الليمينية بذكرى لكن رسميا وشعبيا لم يكن هناك أي احتفاء لم يكن هناك مظاهر بالعكس ربما كان هناك تعميم لبعض المناطق أو لبعض الدوار الحكومية في عدد المحافظات في مديرية واحدة أحدهم تجرى وقال لموظفي ومديريته لا تحتفلوا بهذه المناسبة لكن هل يلغي هذا الاحتفاء الرئيس ألقى كلمة بهذه المناسبة وأنا تحدث في ميس وزراء حول هذه المناسبة قبل يومين هنأت الرئيس وهنأت الشعب اليمني وهنأت كل الأحرار في بلادنا بهذه المناسبة العظيمة صحيح؟ ما بيمكننا نعمل احتفاء الكبير في الرياض ولا يجوز ولا يجوز لا يجوز صحيح صحيح لكننا نفكر في القيام بأعمال كبيرة خلال الأيام القادمة في مناطق عديدة قلتنا أن المناطق التي تحررت لا زالت تخضع لجملة من الاترابات هناك القاعدة هناك داعش هناك مزطرفين يسرعون الفتن في البلاد لكن في جميع الأحوال هناك شعب يريد الحياة ونحن ومعظم البول الوطنية بما في ذلك تيارات مهمة في الحراك متفقين على أن الحل لإشكالية الدولة وإشكالية الوحدة وهي إشكاليات معقدة الحل هو في دولة اتحادية من عدة أقاليم وسميت هذه الأقاليم أنا التقيت بكوادر ونخب من أعظام يسنوها بوزراء من الأقاليم الخمسة من تهامة إلى سبع إلى الجند إلى عدن وإلى حضرامن فقط لديهم مطلب واحد اعلنوا عن الأقاليم وأنا أعتقد أن الرسالة قد وصلت الرئيس ومن المؤكد أنه يفكر في شيء من هذا القبيل ليس هناك من مخرج لنا سوى أن نذهب نحو ما اتفقنا عليه نحو ما أجمعنا عليه نحو دولة اتحادية من ستة أقاليم اللي بعض يقول لك لا أنا أريدها أقاليمين وقصة أن البعض يريدها أقاليمين هي قد خضعت المناقشة في مؤتمر الحوال والدني وعطيت هذه المسألة بالذات لفريق القضية الجنوبية هي أصلا هذه الجزئية تتعلق بفريق الدولة بناء الدولة بناء الدولة لكنها أحيلت لفريق القضية الجنوبية لحساسية الموقف في المحافظات الجنوبية وفريق القضية الجنوبية أختار ستة عشر وأشرف على المناقشات من عمر مباشرة وبعد أربعة شهر من المناقشات طرحت فكرة الأثنين طرحت فكرة الثلاثة والأربعة والخمسة لم يكن هناك منطق في واحدة منهم الأثنين عودة إلى التشتير وبالتالي دعوة لانفصال مرة أخرى ولم يكن الشعب اليمني موافقا على السوق من هذا النوع وثلاثة فيها تشتير وفيها إيلان طائفية لأنه سيكون هناك إقليم في الجنوب وإقليم في المناطق الوسطى وإقليم في الشمال وإننا أمام دولة طائفية ومناطقية وشطرية فينا السوق وأربعة ليست عادلة المحافظات الشمالية التي تكتض بـ 75% من السكان وخمسة لأن تكون مريحة للمناطق الشمالية فتم الاختيار على ستة على أساس أن يكون هناك إقليمين في المحافظات الجنوبية إقليم عدن وإقليم حضراموت غالبية الناس في عدن وغالبية الناس في حضراموت لم يعترضوا كلياً يعني هناك رفض في فكرة الدولة الاتحادية من بعض الناس وهذا رأي له أسبابه في الحقيقة يعني لم نأخذ نحن الأسباب التي أحدثت هذا التفكير لدى الناس في المحافظات الجنوبية في رفض الوحدة والدعوة إلى فك الارتباط والدعوة للترسل إن لم نأخذ الأسباب وأنه عليها ستبقى المشكلة قائمة وسيبقى هناك في المحافظات الجنوبية من يشعر بالظلم ومظلمة الجنوب لابد من معالجتها وهناك نقاط تم الاتفاق عليها في المحريات القوى الوطني إذا عولجت هذه القضايا كلها أعتقد أن غلبية الناس في المحافظات الجنوبية سوف يقبلون بفكرة الدولة الاتحادية من عدة أقالي طيب خلال الفترة الماضية شاهدنا أن عدد من القيادة السياسية المحسوبة يعني تاريخياً على الجنوب عادت مجدداً للحديث عن الانفصال واستعادة الدولة وإلى آخره يعني بينما هي ما زالت خارج الواقع ربما هل هي تستند أيضاً إلى قاعدة شعبية إلى مطلب شعبية أم هل تستند أيضاً إلى دعم دولي ومساندة دولية أنا أقول لك يعني أن نقول بأن هؤلاء ليس لهم موجود وأنه ليس لا أحد يقف إلى جانبهم نحن نخطين ويكذب على أنفسنا الذين يدعون الانفصال الذين هم من يؤيدهم في الشارع الجنوبي في المحافظات الجنوبية والشرقية والذين أيضاً يتمسكون بالوحدة وفي شكل الاتحادي الجديد ليست وحدثها في تفرير الصحيح أيضاً يجدون من يؤيدهم في هذا الشأن والشعب اليمني في عمومه يؤيد دولة التحادية يؤيد البقاء على الوحدة وفي شكلها الجديد في شكل الاتحادي الجديد من سيحسن هذا النقاش؟ أنا رأي أن اليمنيين هم سيحسنون هذا المسألة فيما بينهم بمزيد من النقاش حول هذا الموضوع لكن بعدم استفزاز الأطراف لا تتفق معك في وجهة النظر ليس من المنطقي إطلاقاً أن يقال لمواطن اليوم ارحل من عدن ولا من حضرموت ولا ارحل من تعز ولا ارحل من صنعة سيكون هذا كارثة علينا جميعاً إذا قسمنا الناس على هذا الأساس يمكنك أن تحاكم المواطن إذا ارتكب خطاء بحق الويتمع أو خرج على القرنة لكن ليس بإمكانك من هذه العقوبات ليس هناك عقوبة في العالم تقرد لك وتعطيك حق طرد المواطن من أي مكان في الأرض في الوطن الواحد طيب من المستفيد من مثل هذه النزاعات يعني الآن هناك من يحاول استغلال مثل هذا الشيء ويدعو لخطاب أو لشمال اليوم المستفيد هو الحوثيين وصالح من هذه السلوكات التي تجري هنا وهناك المستفيد هو الحوثيين وصالح نحن نغذي هؤلاء بمزيد من الشباب الذين يجدون في هذه التصرفات ما لا يتفق وقناعاتهم يعني الكثير من الشباب لا زالوا مع الوحدة يعني وللأسف أن الذين يمارسون أعمال مخلة بوحدة البلاد هم يقدمون خدمات لعلي عبد الله صالح ويدفعون بالكثير من الشباب القتال في صفوفهم المهمة الرئيسية اليوم هي في حزيمة الإنقلاب واستعادة الدولة وبعد هذا نتناقش حول كل شيء كل شيء جائز فيه المناقش دكتور هناك مشكلة أو ربما قضية ما زالت مثار للجدل وربما فيها نوع من الغموض موضوع تعز وتحرير تعز ربما موضوع تأخر كثيرا أخذ من حجم أكثر من اللازم هناك دمار ربما شبه كله هناك موضوع إنساني كبير أين هي تعز من أولوية الحكومة؟ تعز هي قلب اليمن هي الوحدة بدون تعز في الحديث عن وحدة اليمن وحدة استقرار اليمن هو حديث لا يحمل مضمون كافي ولا يعطينا صورة عن اليمن التي نتصورها في المستقبل التعز هي عنوان الصمود أنا في رأي تعز غيرت الصورة التي كان عليها تاريخ بلادنا خلال فترة الماضية تعز غيرت مسار الأحداث وخاصة في جانبها العسكري والأمني وغيرت مسار الأحداث في نظرة المجتمع والتعز الآن تقاتل من أجلنا جميعا وتصبر من أجلنا جميعا وتضحي من أجلنا جميعا وأنا متأكد أنها سوف تتحرر قريب وسوف يندحر الحوثين وصالح منها عمليا ماذا بالإمكان؟ هنا قوات ربما تبع الحكومة وتبع التحالف موجودة في أطراف تعز موجودة في كاريش موجودة في مناطقرة هناك أيضا دعم عسكري لا يصل هناك الكثير من الكثير الذي قيل أنه سيقدم إلى هذه المدينة تحريرها هل لديكم خطة عسكرية؟ خاصة أن الميليشيا لم تلتزم بالهدنة نهايا في مدينة تعز هي لهم سنة وشوية الآن يحاصرون التعز ولن تصبت تعز ولن تصبت يعني من يتصور أن سعيد سعيد تعز سوف تستسلم هو وهم هذه مدينة أبية هنا بدأ حركة الأحرار فيها وهنا بدأت عملية تنوير هنا بدأت الثقافة الجديدة تتأصل في قفوسنا وفي قلوبنا والوحدة بدأت في تعز إذا لاحظنا تاريخ تعز فهي احتضنت الأحرار واحتضنت مناضلي الجبهة القومية وجبهة التحرير وكل زعماء الاستقلال في بلادنا تعز إذا تصور الحوثين أنها ستسقط بيدهم هم واهمين لكن تعز تضحي لها نعم ويجب أن تنصر تعز أيضا نعم كيف ستركوا بعض التفاصيل العسكرين يناقشونها لا هو فقط كحكومة ما الذي بالإمكان تقديمه لتعز حتى على الجانب الغافي الجانب اليساني نحن بالنسبة للجانب الغافي قدمنا يعني عملنا ما نستطيعنا فعلها في ضل الحصار نحن حاولنا أن ندفع بكميات كبيرة من الغافة من الأدوية من المواد الغذائية فكانت الميليشيات الحوثية وقوات صالح تمنعها تمنع دخولها حتى تمنع الأدوية من دخولها للمستشفيات طبعا الصورة عند الناس الآن في تعز عن هذه القوات بأنها قوات غازية قوات مجرمة قوات تقاتل من ضد إرادة الشعب اليمني ولذلك أنا أقول مرة أخرى ستجد تعز متنفسا في الأيام القادمة وأنا أتوقع أن تغيرات كبيرة على الساعة هناك خلاف أصلا بداخل التحالف بين دولتين من دول التحالف بخصوص منف تعز مش صحيح مش صحيح هل تتوقعوا أنه خلال الفترة المقبلة سيكون هناك وصول الأعمال العسكري إلى تعز الناصر يبدأ من تعز إن أردنا الناصر فلنبدأ في تعز دكتور إذا ذهبنا بعيدا عن تعز ذهبنا إلى البيضاء المجورة أيضا هناك مشكلة كبيرة جدا في البيضاء بالأمس كان هناك قرار من قبل الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأمريكية بإضافة محافظة البيضاء إلى قائمة الإرهاب لم يصدره تعليق رسمي أنا سمعت هذا وسائل الإعلام لن يصنى في الحكومة شيء رسمي لم يصنى السماء أو سائل الإعلام فقط يعني نعم طيب إذا ذهبنا باتجاه الحل أيضا وضعكم أو وضع المؤتمر الشعبي العام اليوم الوضع المؤتمر الشعبي العام ربما هناك حدد كبير من القيادات في المؤتمر الشعبي العام أصبحت خارج المؤتمر الشعبي العام أصبحت خارج أيضا اليمن هل ما زال الجنح في الليمان الذي يتبع الرئيس المخلوع هو القادر ومتحكم في زمان الأمور أم ما زال الذي أشعر أي ذهب التجارة هل ما نعتبر الآن لأسف الشديد يعني مؤتمرين في التوجه ومؤتمرين في القيادة هناك قيادة في صنعة هناك تأثير على علي عبدالله صالح ولا نعترف بهذا ولا نستطيع أن ننكر حقيقة تقال وهناك قيادة خارج صدعة تقف إلى جانب الشرعية وإلى جانب قرار بيس الأمن وإلى جانب بقاء الوحدة والصراع داخل المؤتمر يجري حول من في نهاية المطاف سيكتب له التاريخ أنه وقف إلى جانب الشعب اليمني ودافع عن مصالحي ودافع عن جمهوريتي ودافع عن وحدتي سيكتب التاريخ هذا والأيام القادمة سوف تبقون بعبلية فرز كبيرة داخل المؤتمر الشعب العام لأن المؤتمر الشعبي العام حزب كبير وحزب بسطي وحزب له تأييد شعبي كبير وعنده حضور وله تاريخ مجيد ولديه برنامج حتى الآن لا زال أنا في تقديري أنه أفضل برامج سياسية والفكرية والإتماعية المطروحة في الساحة ولهذا هو يحظى بأغلبية بدعم كبير في الأيام القادمة كل شيء يتوقف على مسار الأحداث السياسية والعسكرية أنا أتقدير الشخصي أن غالبية أعضاء المؤتمر الشعبي العام سوف يقفون إلى جانب الجمهورية والوحدة سوف يقفون إلى جانب الشرعية في نهاية المطاف يعني هم الآن جزء من الميليشير بما تم تسليم الجمهورية للإماميين عن طريق بوابة المؤتمر الشعبي العام نعم دخلت ليس عن طريق بوابة المؤتمر الشعبي العام بسطلح ليس دقيق ولكن عن طريق دعم علي عبدالله صالح وعوانه للإمامة الزيدية الجديدة في صورتها الحوثية أو في شكلها الحوثي الجديد تعاونوا مع بعض نعم رتبوا مع بعض لدخول صنعاء احتلوا صنعاء سهل عليهم دخول صنعاء يعني ساعات وحسن الموقف في صنعاء ما فيش عاصمة يمكن أن تحتل في ساعات إلا صنعاء لأن هناك حرس جمهوري وقف إلى جانب الحوثيين وهناك حوثيين دعموا الحرس الجمهوري اتفقوا على الخطة في وقت مبكر وليس بإمكان الحوثيين يتقدم منحه وتعزوا عدا لولا الحرس الجمهوري الذي ساندهم والحرس الجمهوري هو يعتمر بأمر علي عبدالله صالح يعني بالنسبة لإذا جئنا لدول المتمرشة بالعامل يعني أليس هو صورة أيضا مصغرة من الأداء السياسي الذي كان علي عبدالله صالح هو الحزب وهو الدولة وهو الجيش وهو الأخوة هو الأحزاب التي نشأت في الوطن العربي جزء كبير منها نشأت جزءا من السلطة السياسية ومواكبة لقيام الجمهوريات والديمقراطيات الحديثة في الوطن العربي ما تستطيع أن تعمل فرز يعني عندنا جميع الأحزاب الأحزاب الرئيسية في اليمن كلها حكمت كانت تحكم أو استمرت في الحكم أو خرجت من الحكم لكنها كانت بشكل أو بآخر في الحكم هذا ليس هو المقياس المقياس أين يقف هذا الحزب أو ذاك من القضايا الكبرى في البلاد من قضايا من المصالح العظمى للشعب لا زلت أقول أنا أن المؤتمر الشعبي العام في غالبيته في غالبية العظمى قواعد وقيدات سيف يقفون في نهاية المطاف إلى جانب الوحدة ولجانب الجمهورية ولجانب الشرعية وسوف يسجدون السلام والاستقرار في البلد القائم على مخرجات الحوال الوطنية دكتور أنتم الآن كقيادات مؤتمرية في الخارج ما هو تأثيركم بالداخل؟ هل لديكم تأثير؟ هل لديكم قدرة على قلب الطاولة؟ هم يحاولون أن يثبتوا في صنعها بأنهم أصحاب القرار وأصحاب التأثير الأكبر الحقيقة هم يتمتعون بتأثير بحكم المال أو بحكم الهيمن السياسية والعسكرية في هذه المناطق لكن أنا عندما شاهدتم في صنعها قلت لهم لا تستخدموا بعض أهلنا لكي تثبتوا بأنكم على حق لستموا على حق مع الحق الذين هم مع الحق هم مع الجمهورية أما من خالفوا النظام الجمهوري فهم وقفوا مع الإمامة وهم يقفون ضد ديرات الشعب اليمني طيب يقفون مع التخلف مع الجاهل ومع العبودية ومع الذل لم يرى الشعب اليمني من الإمامة إلا الذل والعبودية والاستبدال فمن سيقف مع الإمامة اليوم في صورتها الجديدة أو أيضا يقف مع عبودية الشعب اليمني ومع إذلاله وهذا شعب عظيم لن يقبل حتى لو كان هذا من كان لن يقبل أيضا في نهاية المطاف أن يبضي خلف رجل يدعو لإسقاط الجمهورية ويدعو لإسقاط الوحدة حتى لو ادعى أنه ممهوري حتى لو ادعى أنه وحده الوحدة الجمهورية والوحدة سلوك ومواقف ومن خرج على قيم الوحدة وأخلاقيات الوحدة ومن خرج على قيم الجمهورية وأخلاق الممهورية فإنما يقف في الصف الآخر المعايد للشعب اليمني نعم دكتور إذا انتقن الملف الخارجي اليمني هل أنتم مراضون عن أداء الخارجي اليمني خاصة أن هناك عدد كبير من السفارات غير بلا تمثيل سياسي نستطيع بصراحة أن نحكم على أي أداء الآن لمؤسسات لا تعمل بصورة طبيعية من داخل البلاد ولا يتحكى بوزراءها في دواوين وفي المؤسسات التي تتبع لها يعني أي مطالبة الآن بأن تقبل قفضة حجدية كما يتوقعون الناس وزراء على وزاراتهم أتصور أنها مطلب مش دقيق يجب أن تعود الحكومة يجب أن تستعيد السيطرة تدرجين على المؤسسات التي تقع تحت مسؤوليتها ويجب أن يكون هذه السيطرة شاملة علي من كلها وليست على جزء من أيزائها وهذه العملية تحتاج إلى وقت تحتاج إلى إمكانيات تحتاج إلى إرادة وتحتاج إلى تغيير جذري في مزاج الناس تجاه الدولة إذا أراد الشعب اليمنى أن يحافظ على بلده موحدا فلابد أن يقف إلى جانب الحق وليس الحق في صالح الحوثين في جانب الحوثين وعلي عبد الله صلى الله دكتور يعني الناس بحاجة إلى من أكترب منهم كيف بالإمكان أن نؤثر في الناس وما زال هناك فجوة كبيرة بين الأداء الحكومي بين الحكومة وبين الناس في الشارع اليمنى يعني كان قبل يومين وزير يتحدث يقول نحن لسنا وزراء ولسنا حكومة ولسنا دولة ولسنا شرعية نحن نحاول أن نكون جزء من هذا هذا هو جاكمر شخصية لكن هذا عبد ربا موصور هو شرعية حقيقية وشرعية موجودة على الأرض وشرعية تقاتل على الأرض ويقف العرب والعالم كله إلى جانبها وكل وزير هو شرعي ويمكنه الحركة ويمكنه التحكم لكن نقول يعني إذا طالبنا بأن يمارس الوزراء سلطات كما كانوا عليها قبل سنة ونصة وسنتين فإحنا مختين نحن طيب في آخر موضعنا يعني في أقل من دقيقة طيب موضوع إعادة الإعمار هناك الحديث عن أن الحكومة أصبحت لديها خطط خاصة هناك تخصيص مبالغ كبيرة لإعادة الإعمار في محافظة عدم كمرحلة أولى هل أصبح ملف إعادة الإعمار جاهزة؟ أيبا يعني هناك ملفات تجهز يعني حقيقة الإعمار قضية كبيرة يعني والإعمار لأنه يتم إلا في ظل الاستقرار والسلام وتحقيق السلام أمر في غاية الأهمية كل الحروب انتهت إلى السلام وفي نهاية المطاف نحن كشعب يمني سنذهب نحو السلام وحينها يمكن الحديث عن الإعمار الآن لا يتم الحديث عن الإعمار كإجراءات لابد منها يعني عاجلة الآن يتم الحديث عن الإغاث ربما في بعض مشاريع الإغاثة يجري نوع من الإعمار يعني الأشياء الأولية التي تتيح لمواطن مثلا عودة بسرعة إلى بيته يعني وخاصة في المناطق التي تحت سيطرة الشرعيين المناطق التي استعيدت من سيطرة الحوثيين أنا أعتقد أنه ممكن يكون فيها بعض الإعمار ويمكن أن تنشط فيها الإغاثة بشكل أفضل وتقدم بعض الخدمات والعون في السؤال الأخير هل أنتم جاهزون للأوداء للعمل العسكري في حال تعثر الحل السياسي؟ طبعا إذا لم ينصعوا أن أقولها بوضوح نحن نريد السلام وليست الحرب هدفا ولا رغبة لدينا وليس هناك شعب حقيقي يريد أن يعيش في حالة حرب والنزاع مستمر لكن في نهاية النطاف لدينا إرادة وطنية لمحاربة الإنقلابين ولدينا إرادة إقليمية ولدينا إرادة دولية وسوف نستخدم كل هذه الإرادات لجحر الإنقلاب وهزيمته والعودة إلى صنعاء واستعارة الدولة والحفاظ على البلد موحد وآمن إن شاء الله شكرا جزيلا سعادة دولة رئيس الوزراء لاتسعى صدركم لأسئلتنا وأيضا لتخصص هذا الوقت رغم أنشغالكم الكبير نقدر ونثمن لكم هذا التعاون أعزائي المشاهدين في اختامة الحلقة لا أسأل الله أنا أشكر ضيفية الكريم دولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد أبيد بن دغر كونوا معنا في حلقة قادمة من برمان ملكان خاصة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر